أكد المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى جامعة الدول العربية السفيرة مهند العكلوك أن حكم محكمة العدلة الدولية ضد الاحتلال الإسرائيلية يعد حدثا استثنائيا وأكد مندوب فلسطين أن أهمية الحكم تكمن في أنه يعطي فرصة جديدة لاستعادة القانون الدولي وإنقاذ العدلة الدولية وألياتها داعيا استفادت من هذا الأمر لتطوير الدفاع العربي عن الحق الفلسطيني من خطاب يدعو وينشد ويدين إلى إجراءات قانونية واقتصادية وسياسية ودبلوماسية جاء ذلك في كلمة مندوب فلسطين أمام الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية التي انطلقت بمقر الجامعة لبحث إصدار موقف عربي موحد من الأمر الذي أصدرته محكمة العدلة الدولية محبت جامعة الدول العربية بهذا الأمر الصادر عن محكمة العدلة الدولية ثم طالبت جميع الدول بما فيها الدول الأعضاء في مجلس الأمن طالبتها بالعمل مباشرة على تطبيق أي إجراءات ضد إسرائيل بما فيها عقوبات ضد إسرائيل وضمان التزام إسرائيل بتنفيذ هذه التدابير المؤقتة أيضا مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين حذر جميع الدول التي تتعاون مع الاحتلال الإسرائيلي التي تدعم الاحتلال الإسرائيلي التي يخدم مواطنيها بجنسيات مزدوجة في جيش العدوان والإبادة الجماعية والفصل العنصري الإسرائيلي حذرت هذه الدول من أنها ستكون مسؤولة أمام محكمة العدل الدولية أمام آليات العدالة الدولية الأخرى